اشتركوا في القناة ازياء وحرف مغربية مع ام رياض مرحبا بكم معي في فيديو جديد درسنا نتاع اليوم في إطار سيسيلة التنبات اليوم ان شاء الله غد نقترع عليكم كيفاش تعودوا التراصن في بلاس التنبات اذا نبقوا معي باش نقفوا على جميع انا ديجا كنت شاركت معكم في واحد الفيديو كيفاش كان نعوده يعني التراصن بالتنبات كنت شاركتها معكم بالعقيق لمهرس الرقيق اليوم ان شاء الله غد نتشاركها معكم بالعقيق الطويل ان شاء الله بإذن الله وكذلك غد نحتاجو هاد العقيق طويل عفوا يعني لي كيكون بهذا الحجم هو كيكون الحجم الصغير والمتوسط والكبير وكذلك غد نحتاجو هاد لسيبور هم كذلك غد نحتاجوهم بإذن الله اذا نبقوا معي باش تقفوا على جميع التفاصيل انت العقيق لمهرس وكذلك الخيط على 14 شعرات كانت واحد الاخت سألتني كيفاش على 14 شعرات هذا الخيط ها هو اختي الكريمة على جوجة الشعرات كان شدو بهذا الشكل وكان دخلو في ليبرا يعني كان دخلو في ليبرا حتى شكل كيولي على 4 شكرا فوالا هني دخلتو في ليبرا ميكان طوي فوالا كيولي على 4 شكرا اذا هنا ولي على 4 شكرا يعني جوج خيوط مننا وجوج خيوط مننا كنظن الفكرة واضحة خواسي الكريمات كما كتشاهدو انا علمت لكم هنا واحد الخط هاد الخط شون كاي يعني الآن تفهموا فهو خط الخياطة اللي يكون عندنا اذا سأمرو هذا الربوع الاماميين وربع المثال الثاني وحنا الخياطة اللي عندها في الوسط اللي يكون فيها مثلا السفيفا أو هذا الحقد اذا هذا هو وذلك الخياطة الخياطة التي تكون لدينا هنا نعودها بالتنبات وكذلك نخفي الخياطة التي لدينا نقوم بالتفاصيل انا اخواتي الكارمات انا اتشاركت معكم الخياطة في اللون الابيض فقط على حساب بشيبالكم وكذلك على حساب هذا فقط درس طبيقي اما الخياطة يجب ان يكون في اللون التوب انا اخواتي الكارمات ندخل ليبرا في الجانب هذا الخياطة التي تكون لدي هنا يعني في الجانب الاسفل نجيب العقيق المهرس عفوا مش العقيق المهرس العقيق الطويل ندخله بهذا الشكل نركزه معي بشكل مائل بشكل مائل وكنطلع في نفس البلاسة انا نحاول نقرب لكم باش توضح الرؤية يعني انا كنحاول مائم كنتشارك معكم جميع التفاصيل انا نضع انا نضع الخيط باش يبال لكم الخدمة الصحيحة اللي كتكون في هذه الخدمة هذه ندخل ندخل ليبرا ندخله ندخله ونجيبه كذلك هنا انا على شكل مطلط او في كان اعتدر على الازعاج كانتمنى ان الرؤية تكون واضحة اذا كان هبط لي برا ديلي بحال هكا نحاول نمشي معكم ايه بشوية 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 باش تفهموا اخواتي الكريمات بهذا الشكل كانجي هنا اخواتي الكريمات تنتبهوا معايا يعني احدى هاد الغريزة تماما لان بعض الاخوات ما كيشرحوا لكمش هاد المسائل ندخل العقيقة ديالي نجي نخذ نفس العبار اللي عندي هنا ونخرج اللي برا ديالي انتبهوا اللي برا ديالي ها هي نجي نخذ نفس العبار هنا بهذا الشكل ونخرج اللي برا ديالي قريب واحد شوية بواحد الميلين ونجر الخدمة ديالي هذا الشكل وندخل مرة اخرى اللي برا ديالي العقيقة ديالي يعني عدت صور مع الدبني ما كان نصيب شرحتي كيفاش نوريكم اخواتي الكريمات كنرجع يعني دائما نشوفو مي كان خرج اللي برا اخواتي الكريمات كنخرجها بجنب ديالها بواحد اني كان حافظ على نفس المسافة يعني ماشي ماشي بعيدة وماشي قريبة يعني باش تمان عندي هاد العقيقة الطويل يعني المسافة اللي كتزلي العقيقة كنتمنى ممكن وضحت لكم اخواتي الكريمات كنتمنى كنتمنى كنتجي ونخرج لي برا ديالي هذا الشكل ندير العقيقة طويلة مرة أخرى خدمة سهلة خدمة سهلة مع تصور إنما كنحاول نتشاركها معكم بجميع تفاصيل ديالها دائماً نتبهوا أخوات اللي ما كيشدوش نفس العبار كيخافوا يخطؤوا دائماً شدوا الليبرة ديالكم بهذه الطريقة كنتم أننا نكون وضحت لكم جيداً أخواتي الكريمات كنتم أخواتي ما تبخلوش علي يبلي لايك والبرتاش مع الأهل والأحبة وما تنسوش تشتركوا في القناة اللي مازال ما شتركتش باش تدعموني وتحفزوني نزيد نعطي المزيد والمزيد إن شاء الله نتمنى أن الرؤية تكون متاحة رح كتجي أن يقف جليل بات ودرجع للموضة بالنسبة لهذا العام يعني رح درجع للموضة ما شاء الله هات السنة يعني بات فرض نفسه بشكل كبير سواء لا في جليل بات ولا في القفاة ناط إذا من دائما تفكروا هذه هي الخياطة دينا بالنسبة لواحد الأخت كانت سولتني واحد السؤال في الكومنتار كيفاش يعني نبدأ هات الخدمة دائما كتخلي مثلا هاد المسافة هنا كتخلي تمان مثلا إلا كنت جلابة كتخلي واحد ربعان تاع الأسبوع ديالك ربعان تاع الأسبوع ديالك ربعان تاع الأسبوع أو ما يعادل ستة سنتيم ستة سنتيم وحد كتبدا يعني ديك الفتحة فين كتكون عندنا غادي تفتح يعني كيتلقى القبلة تاع الجلابة أما الفتحة تاع العونق إذا كتخلي ديك ستة سنتيم وكت الخياطة ديالك كتبدا منها كتبطي بالخياطة ديالك تل تحت الجلايل الجلايل ديالك كتخلي طبعا المسافة اللي كتكون عندك في الجلايل وكتبدا يكت نبتي هاد المسافة كلها تل أسفل تاع الجلايل ديالك اللي كيبغي يجلب مبلع طبعا طبعا مبلع من الأمام يعني كتبط تل تحت اللي كتبغيها مثلا كتبغيها يعني الفتحة كتخلي بلاس الفتيحات وكتفوت هاد الخدمة بين بين جهة اليمين وجهة اليسر باش تفهموا يعني جهة اليمين وجهة اليسر انتع الجلايل ندخلي برا رأسه لبنسبة المبتدئات يعني راه بإمكانك كتدي أول حاجة كتدي جلبة ديالك يعني كتمنطها عند الخياط بنسبة للأخوات اللي كيبغيوا يتعلموا وما كيعرفوش كيبغي يعني يتعلموا ودروا حويجات ديالهم خاصة لأنه واحد الإحساس اللي زوين إنسان يخدم حاجته الراسه اللي كتديها عند الخياط كيمنطها لك كيجمحها لك ومن بعد كتفوتي تنبتع لها كاملة سواء من الأمام سواء الجنبات سواء الاكتفات تكتسي لها سوف نتشارك معكم كيفاش كنوضع لسيبور ديالي كيفاش كنوضحت لسيبور ديالي إذا نبقوا معي سوف نتشارك معكم بالنسبة للسيبور ما كان لسيبور ما كان نجيش نحطهم على الخياط إنما كان جي شوية أنا نحاول نقرأ بكم باش تفهموا هذا هو الخياط ديالنا كنجي تحت منو وكن طلع ليبرا ديالي كنطلع الخيط ديالي كنتمنى تكون الرؤية واضحة بهذا الشكل وكنجيب السيبورة ديالي وكندخلها تقولولي اخواتي الكريمات اعلاش لانمي كتحطوا السيبور إلا حطته نيشان في الخط كتجي طلع هنا كتجيكم طلع الفوق إذا حاولوا تاخدوا نفس المسافة إذا كتاخدوا من الأسفل وكذلك من الأعلى يعني كتجي في الخط نيشان يعني ما بالخط من التحت ومن الفوق كنتمنى نكون شرحت لكم جيدا اخواتي الكريمات وكنجر السيبورة ديالي على هات الشكل كتجيني مقدة ندخل السيبورة مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى فيها ومن الخط سأغبت الخط والجامعة اذا اخواتي كريمات نجد الجهة المقابلة على الخيط ندخلها تحت الخيطة نعتبر الخط الخيطة ندخل المقابلة على الخيطة نخرج المقابلة على الخيطة ندخل المقابلة على الخيطة من الأعلى نحافظ على خيطة المسابفة وكذلك الخيطة لا تبقى بينه اذا سأكمل الاخوة الكريمات وان شاء الله نرجع لكم باش توضح لكم الرأي الاخوة الكريمات كان هذا هو الشكل نهائي ديال يعني طريقة التنبات مكان آآ القيطان وكذلك تريس ناط كان نتمنى ان الفيديو يكون لان استيحسان ديالكم طبعا من بعد ما كملت هاد الجانب بحطة هات السبورات هنا في الجانب الاسفل طبعا انزقلت الجانب الاعلى وكذلك حطة السبورات يعني كيجو هنا في الاعلى وفي الاسفل اذا كان هذا هو الشكل نهائي ديال الدرس ديالنا انتع اليوم نتمنى ان الفيديو يكون لانستحسان ديالكم طبعا لأول مرة قد تزور القناة ما تساش انها تشترك وتفعلي زر الجرس باش يصلكم بكل جديد الى فيديو قادم ان شاء الله